رالي المغرب 2018 سينطلق من مدينة فاس يوم غدنا الجمعة حيث أن هذا اللحوق الدولي الذي سيستمر حتى التاسع من أكتوبر الجاري سيعرف مشاركة حوالي 150 متصابقا وسينطلق من فاس إلى أرفود ثم العودة إلى فاس ويتنافس في الرالي مجموعة من الأبطال المتميزين على الصعيد الدولي ورالي المغرب حادث رياد دولي قوي جرى وصفه بسباق الصحراء والتحدي الكبير إنه لمهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا تكامل في العمل وهذا ما وجدناه في الترحيب الجيد بمدينة فاس من طرف المنظمين وأنا سعيد جدا لأن الذهاب والإيابة سيكون من مدينة فاس لأرفود ومن أرفود إلى فاس مرورا ببولمان وميدلت وراشدية وأرفود ومرزوغة للمرة الأولى سيكتثرا للمغرب طبعا شماعيا وتضامنيا من خلال تقديم الدعم لجمعية أوتارة راشدية من أجل إنجاز مشاريع تتعلق بتعزيز شبكة الماء الصالح للشرب وتوريد الماشية كما أنه منظم بمبادرة من مؤسسة أوديسي إيفانت ترجمة نانسي قنقر